في الفيديو ده هنتعرف على الكانباس ودي بنغير بها لون جزء من الوجهة احنا عرفنا ازاي قبل كده نغير لون الوجهة بتاعتنا اين او لون الخلفية بتاعت الوجهة ولكن هنا هنعرف ازاي نغير لون جزء من الخلفية الجزء ده كمان ممكن اخليه مستطيل ممكن اخليه مستطيل حواف بتاعته دائرية ممكن اخليه دايرة ممكن اخليه خط ممكن اخليه زي ما انا عايز يعني هعمل ملف خارجي من وبسمي الملف ده لازم نفس اسم ولكن الحروف سمول وبكتب ايا كان نوع اللي انت بتستخدمه ممكن تستخدم معه ده انا هستخدم هنا مثلا طبعا بنعمله في ملف خارجي وحدخل جوه هنا هو في الملف الخارجي وحدتبق جريد لي اوت وبعدين كانفاس وبعدين كالر وبعدين ار جي بي ار جي بي ده نوع الالوان اللي هما الثلاثة الوان دول اللي قدامنا ار جي بي القيم بتبقى من زيرو الواحد يعني واحد تبقى اعلى قيمة للاحمر مثلا والزيرو هي اقل قيمة الاحمر اللي هو مفيش احمر اصلا يعني اسود طيب نخلي درجة اللون احمر يبقى واحد وزيرو وزيرو وتعالوا نكتب انا عايز الشكل بتاعي يبقى اللي هو الجزء اللي هيتلون يبقى على شكل مستطيل وبعدين باكتب اللي هو المكان بتاعه هيبقى فين يعني مكانه هيبقى حدود الواجهة كلها وبعدين يعني الحجم بتاعه هيبقى برضو مالي الواجهة كلها تعالوا نعمل لازم قبل ما نعمل نعمل يعني نعمل حفظ للفايل ده وده كل مرة بعمل تغيير فيه لازم اعمل كنترل اس عشان يتحفظ التغيير حنروح الاول نعمل امبورت للجريد لاوت وتعالوا دلوقتي نعمل ده اللون الاحمر مالي الشاشة طيب نصغر المستطيل نخليه مسلا مية في مية نعمل تمام طيب نغير مكانه نخليه عندي مية ومية ونعمل طيب عايزين نضيف لون للخلفية ده من خلال اللي اللي هي الويندو هعمل لها وبعدين باجي هنا بقول ويندو دوت كليل كار وبعدين برضو اربع خانات عندي هنا الاربع خانات دول اللي هم الار جي بي والاخير ده الوباستي روباستي دي الشفافية يعني لو خليت الرقم ده زيرو يبقى شفاف مية في المية لو خليته اه واحد يبقى ما فيه شفافية خالص طيب حخلي درجة اللون ازرق بتاعة الخلفية يبقى زيرو وزيرو وواحد وواحد نعمل هنلاقيه بالشكل ده طيب عايز اضيف الشفافية لللون الاحمر اللي انا عامله ده فحروح وحغير الار جي بي وهيخليها ار جي بي اي وبكده هضيف خانة ربعة اللي هي بتاعة الوباستي اللي لسه متكلمين عليها دلوقتي وتعالوا نخليها خمسة من عشرة ونعمل هنلاقي اللون الاحمر بقي فيه درجة شفافية طيب ده المستطيل ممكن اعمله يعني المستطيل دائري وتعالوا نكبر المستطيل شوية عشان يظهر معنا ونعمل هنلاقي دائري بالشكل ده طيب عايز اتحكم في زاوية الدوران بتاعة الاركان دي بكتب يساوي مثلا عشرين وخمسين وعشرين وخمسين برضو ممكن اعمل الاليبس الاليبس هنا بختار له الاكسس بتاعته اللي هما دول يعني عايزهم كام في كام انا هختار هنا مكانه اه مية ومية مسلا ده مكان الاليبس فين بالزبط وبعدين هختار طول القطرين دول العرض والارتفاع اللي هما الاتنين بتوع دول تعالوا نعمل هنلاقيه بالشكل ده طيب عايزين نعمل خط بنكتب هنا وبنكتب بعدين يعني هو دول نقطة البداية بتوع نقطة البداية بتاعت الخط ودول بتوع نقطة النهاية بتاعت الخط وبعدين بكتب تساوي كزا يعني انا ده العرض بتاعه او السمك بتاعه نعمل نلاقيه بالشكل ده عايزين نعمل دايرة مفرغة بعملها زي بكتب وبعدين وبعدين في عندي ثلاث خنات. او الرقمين دول مكان الدايرة دي فين? والرقم الاخير ده نصف قطر الدايرة دي كام? طيب ممكن اعمل برضو مفرغين. بنفس الطريقة برضو. بحطهم جوة بنفس الطريقة. تعالوا نعمل خطوط بالشكل ده. حكتب القيم زي ما شايفين قدامنا كده. يبقى بخلي الواي سابت. قيمة الواي سابت عشان الخط يبقى ارتفاعه في الواي سابت. ولكن بغير في الاكس بس. بخليه من زيرو الالف. الف دي عشان يبقى مالي الوجهة كلها يعني. اشتركوا في القناة